اهلا بحضرتكم من جديد في كل مكان طبعا نشاط كبير للرئيس عبدالفتاح السيسي على المستوى العربي خلال الأسبوع ويعني كان عندنا استقبال للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في زيارة هي الأولى للقاهرة وبعدها بيومين سيد رئيس عبدالفتاح السيسي قام بزيارة للامارات ووجه الرسائل خاصة بدعم الامارات والأمن القومي العربي خلونا ناخد حضرتكم في قراءة للزيارتين مع الأستاذ أحمد ناجي أمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدبلية صباح الخير عليك صباح الخير يا فهدير صباح الخير يا فهدير زيارة لدولة الأمارات العربية الشقيقة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب زيارة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى القاهرة أعتقد أنه يعني التوقيت الزيارة ومسألة المباحثات اللي حصلت مع الرئيس الجزائري هنا سواء الملف السوري وعبد السوري إلى الجامعة العربية والملف الليبي اللي بتبقى في القضايا الليبية يعني بلا حلول وأيضا الهجوم الحوثي على دولة الأمارات العربية الشقيقة أكيد كل ده كان على ملف يعني زيارة رئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأمارات بالطبع زي ما حدرتك قلت استمرار لما يعرف في العلوم السياسية بالدبلوماسية الرئيسية مكون رئيسي في تفعيل أدوات السياسة الخارجية المصرية هي شخصية فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي وقدراته على توضيح الأمور المتعلقة بالأمن القوم المصري والأمن القوم العربي ديبلوماسية فعيلة جدا في التعاطي مع كافة الأزمات سواء المحيطة بالدولة المصرية في اتجاهتها للستراتيجية المختلفة أو المحيطة بالأمن القوم العربي من هنا ما كانش غريب أن الدولة المصرية بتستقبل على مدى يومين زيارة من فخامة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ثم يقوم بعدها مباشرة فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى دولة الإمارات ولما بنقف عند زيارة الإمارات لأن حترك تبتدي بها خلينا نقول أنها زيارة في توقيت مهم جدا دولة الإمارات العربية الشقيقة تعرضت إلى اعتداء من قبل تنظيم الحوسي مؤكد أنه منذ أن تولى فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وكان قد أعلن أن الأمن القوم العربي من الأمن القوم المصري وأن أمن دول الخليج هو التحديد الدول التي باتت حليفا للدولة المصرية في منطقة خليج هو من الأمن القوم المصري سواء بنتكلم على السعودية الإمارات الكويت الدول المطلة على الخليج العربي مباشرة هذا رجع لعدة اعتبارات منع أي تهديد للأمن القوم المصري في اتجاهه الاستراتيجي الشرقي من مسافة بعيدة جدا سيد الرئيس قال عليها مسافة السكة نحن في مسافة السكة لن نسمح بأي نوع من أنواع هذا التهديد ومن ثم كانت هذه الزيارة فخامة رئيس عبدالفتاح السيسي التقى فيها سمو ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد النهيان وأعقبها قمة ربعية جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وسمو ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي والشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم إمارة دبي وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي القمة ربعية مؤكدة أنها تناولت التهديدات التي تحيق بالدول العربية في الخليج العربي تناولت بالطبع القضايا التي سبق ترحها في القمة المصرية الجزائرية على رأسها ما تتعرض له الدول العربية في هذه المنطقة بالتحديد من تهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية والاتفاق برضو على مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية أيا كانت مسماها أو أيا كانت هويتها الاتفاق على مجموعة من الرؤى المشتركة بشأن تفعيل الدور العربي في كافة الملفات العربية ودي نقطة عايزة أفمع لك فيها احنا القمة العربية قادمة خلاص يعني قريبا في وقت فيه لو قلنا الدول العربية الأسيوية والدول العربية الأفريقية الدول العربية الأفريقية عندنا الأزمة الليبية على رأس الأجندة بكل تأكيد لكن هناك يعني مش عايزة أقول شقاق عربي بعض الخلافات ما بين الدول العربية عندنا في مشاكل ما بين الجزائر والمغرب عندنا ده في الجانب الأفريقي إلى جانب القادية الليبية في الجانب الأسيوي هناك أزمة ما بين دولة لبنان بما تتعرض له من مصاعب اقتصادية ونوع من أنواع المشكلات مع الدول الخليجية ومجلس التعاون الخليجي ولكن رئيس الوزراء الجديد نجيم ميقاطي بيحاول استعادة هذه العلاقات الخليجية اللبنانية وأيضا هناك الأزمة اليمنية ومحاولة تهدئة الأوضاع في اليمن وفي هذه الأزمة هناك الإمارات والمملكة العربية السعودية وأيضا الحوثي القمة العربية القادمة وسط هذه الشقاقات ما بين الإخوة هل تستطيع هذه الزيارات ما بين الزعماء تصفية الأجواء قبل عقد هذه القمة؟ أنت بتكلم على التأثير المصري في الكتلة الشرقية والكتلة الغربية من الوطن العرب لازم نكون متفاهمين أن الدولة المصرية على تنصيق كامل في البداية مع المملكة العربية السعودية وأن هذا التحرك المصري في منطقة الخليج ليس جاي بعيد عن هذا التنصيق وهذا التشاور باعتبار أن مصر والإمارات والسعودية والمملكة البحرين والكويت بتعبر عن لوحمة واحدة في مواجهة التهديدات التي تعتري هذه الدول جل اتفاق في هذه القمة التي كانت في الإمارات القمة الربعية في هذه الإمارات على أن التسوية أي أزمة في الوطن العربي لا ينبغي أن تتم بعيدا عن الحل السياسي والتشاور من أجل التوصل إلى تسوية لها مع إدانة كافة التنظيمات الإرهابية والأنشطة الإجرامية التي تقوم بها الخلافات أتصور أنها تم طرحها في القمة التي عقدت في القاهرة بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس عفتاح السيسي وأتصور أنه في هذه القمة تم التطرك إلى عدد من الملفات على كافة الأسعادة القمة العربية بالطبع باعتبارها حلة وطريقة لابد من تكسيف التشاور الذي تم على طول بعدها في زيارة الإمارات تكسيف التشاور بشأن مجموعة الخلافات التي أشارت لها وحتمية التوصل إلى تسوية سريعة لها ونضيف لهم كمان الأزمة السورية وعودت سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية الحقيقة أن الأمر ده الدولة المصرية بتسعى لي كستراتيجية ثابتة منذ تبوء رئيس عفتاح السيسي سلطة الحكم عام 2014 ويمكن عندنا مؤشرات على الاهتمام المصري بالمكون في الشام بنتحدث عن العراق بنتحدث عن سوريا بنتحدث عن لبنان في قمة بغداد تم طرح كل هذه الأمور تم التشاور بشأنها وكان فيه واضح توجه مصري نحو استعادة سوريا كمان إلى الحاضنة العربية خلينا نقول أن الأزمة اللبنانية الخليجية أزمة أسارت كثيرا على مصارد تسوية الأزمة في الداخل اللبناني لكن بحدوث الانفراجة بفضل توجهات رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاطي أنت بتقدر تقف على رؤية أشمل وأبعد لمفهوم الأمن القوم العربي والتسوية هذه الخلافات قبل إنعقاد القمة العربية القادمة الكلام ده لازم نقن إلى القمة المصرية الجزائرية ولازم نتفاهم أنها كان فيها أربع محاور مهمة جدا على رأسهم بالطبع القمة العربية والقمة العربية التي تستصدفها دولة الجزائر قمة في غاية الأهمية في هذا التوقيت بالنظر إلى مجموعة من القضايا الملاحة القضايا الأولى القضايا الفلسطينية ويمكن دي تم تركيز عليها برضو مؤكد في الحوار الذي تم في الإمارات بين فخمة رئيس عرف التحسيسي وولي عهد أبو صابي مؤكد أن هذه القمة ستتناول هذه القضايا الفلسطينية باعتبرها قضايا الأمة للدولة المصرية وللمنطقة العربية وللأمن القوم العربي من رؤية التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل وفقا لمقررات الأمم المتحدة ووفقا لمبادرة السلام العربية وحل الدولتين وإعلان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وحق اللاجئين في العودة من جانب آخر لازم نتفهم أن الدولة المصرية بتسعى إلى تسوية كافة الأزمات العربية ووفقها للحل السياسي من هنا بتأتي أهمية التشاور مع الجزائر في الملف الثاني الملف الأزمة الليبية وملف الأزمة الليبية يأتي في توقيت حساس جدا عندك قمتين مهمين جدا هينعقدوا قمة الاتحاد الأفريقي في خلال أيام في قديسة بابا والقمة العربية ومن ثم من المهم جدا استجلاء الموقف في الدولة الليبية العودة إلى التطبيق الفعلي لمصراي باريس وبرلين خاصة من اللقاء الأول اللي جمع بين الرئيس عفتاح السيسي والرئيس عبد مجيد تبون كان على هامش قمة برلين 2020 وبرضو في ظل محورية رؤية رئيس عفتاح السيسي لأمن القوم العربي يخلي بالحضر لك أن أول زيارة قام بها رئيس عفتاح السيسي إلى الخارج كانت إلى دولة الجزائر بعد أن تولى الحكم عام 2014 مؤكد أن الدولة الليبية بتشكل مكون مهم جدا في الأمن القوم الجزائري وفي الأمن القوم المصري ومؤكد أن امتداد هذه الأزمة يمكن أن تهدد المحيط الجنوبي للدولة الليبية نتحدث عن منطقة السحل والسحراء وهنا بيجي التشور حول ملف آخر مهم ملف الإرهاب في السحل والسحراء وهو أهمية التوصل إلى مقربة شاملة تجمع بين دول العالم حول إيه الموقف من الإرهاب إيه الموقف من الدول اللي دعمل الإرهاب إيه الموقف من الدول المستمرة في محاولة الددخل في شؤون الدول الأخرى عبر استخدام التنظيمات الإرهابية الحال ده علشان نبقى فاهمين برضو الصورة الحال ده بينطبق بالضبط على التنظيم الإرهابي الحوثي الموجود في دولة اليمن واللي بيعيق الحقيقة استعادة دولة اليمن لمقدراتها ولقدرات شعبها وتمكين شعبها وفي نفس الوقت بيهدد الأمن القومي العربي في الخليج العربي وبيهدد الدول العربية في الخليج العربي تهديد مباشر يبقى مكون الإرهاب مكون مهم جدا في الملفين سواء الملف الليبي أو الملف اليمني ضرورة حال حالة الأزمة السورية وضرورة التوصل إلى مقربة تسمح لإستعادة الدولة السورية تانية لمقعدها في جامعة الدول العربية برضو قبل التوجه إلى قمة الاتحاد الأفريقي وده المكون الثالث هناك قضايا عربية إفريقية لابد من طرحها والتفكير فيها القضايا الأولى كما أشرت لها قائدات الخلافة المغربي الجزائري وهي قضايا أنا لها أن تسوى وفقا للتراضي أو التوافق بين الدولتين وقلية التشاور السياسي بين الدولتين الدولة الجزائرية والمملكة المغربية القضايا الأخرى قضايا الليبية وإحنا تكلمنا عنها وهي قضايا حالة سواء في اللقاء الجزائري أو اللقاء المصري شايف التشابك والترابط عمل إزاي القضايا الثالثة الأزمة السودانية ويمكن حضركم كنتوا في التقرير بتشيروا إلى الاجتماع الأخير لمجلس السيادة السوداني ولابد هنا من توافق رؤية عربية دعمة لمواقف هذه الدول في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية العربية ومؤسستها وتمكين جيوشها الوطنية من حماية الأمن القومي في كل دولة عربية ومواجهة التهديدات اللي بتحيط بهذه الدول طب عايزة أسأل حضرتك كمان عن صد النهضة وملاف صد النهضة يعني وإحنا لسه كنا شايفين سيد رئيس الوزراء بيتحدث عن أمل مصري في استعادة المفاوضات والوصول لاتفاق عادل ومتوازن بحقق التنمية للجميع ولا يدور بمصالح دول المصابق بالضبط يمكن ده المكون التالت قبل المكون الرابع اللي كنت أوصله المكون التالت هو المكون الخاص بالموقف المصري من عديد من القضايا ذات الشباك المباشر مع الأمن القومي المصري وعلى رأسها بطبع قضية سد النهضة قضية سد النهضة واضح أن الدولة المصرية كانت بحاجة إلى مزيد من تفعيل التشور مع الدولة الجزائرية قبل التوجه إلى قمة الاتحاد الأفريقية الدولة الجزائرية دولة مؤثرة في مجموعة الدول الإفريقية النطقة بالفرنسية دول فرنكفون وبالتالي أنت محتاج إلى تبني رؤية واضحة وفهم صحيح للأدوات التي اتبعتها الدولة مصرية طوال السنوات الماضية من أجل التوصل لما طرحه أساد رئيس أفتاح السيسي من اتفاق ملزم ومتكافئ وعادل يسمح لشعوب الدول الثلاثة المصرية والسودانية والإثيوبية من التمتع بحصاصها العادلة في مياه النيل ويسمح بدعم مشروعات التنمية خاصة أن هذا النموذج أو الأبروتش المصري في الاقتراب من دول القرى الأفريقية خاصة دول حود ودي النيل بيحمل رؤية مصرية واضحة في تفعيل أدوات التنمية وفي دعم كل تجارب ومشروعات التنمية وأن مصر لا تقف عائقا أمام أي نوع من أنواع تموحات الشعوب في تحقيق معدلات أعلى من التنمية في هذا التوقيت بشرط أن لا يمثل ذلك ضررا أو تهديدا للأمن القومي المائي أو الأمن القومي الحدودي لأي دولة من الدول العربية الأخرى من هنا أهمية تفاهم الجانب الجزائري لهذه الجهود المصرية المبزولة في هذا الإطار تتوافق في الرؤى الصراحة بالذب وإزالة أي لابس من يكون قد حدث فيه فترات سابقة والتوافق على هذه الأمور المصيرية في الموقف المصري القضية الرابعة والأخيرة في اللقاء المصري الجزائري وحقيقة قضية استحق أن نتفهمها بقوة إعادة تفعيل العلاقات المصرية الجزائرية من خلال إعادة أليتي اللجنة العليا المشتركة وأليتي التشاور السياسي وده مهم جدا لأن هذه اللجنة العليا المشتركة متوقفة منذ 2014 لم تعقد اجتماعات وأليتي التشاور السياسي بالطبع متوقفة منذ هذا التوقيت وعيدت للفعالية منذ لقاء رئيس عفتاح السيسي ورئيس عبد المجيد تبون على هامش قمة برلين والنهاردة نشهد هذا اللقاء من أجل إعادة تفعيل الأليتين دول في التعامل ليه الأليتين دول مهمين؟ لأن التحديات المشتركة أمام الدولتين في غاية الأهمية وفي غاية الحساسية أنت بتتكلم عن تحدي التنمية اللي كل دولة سواء الدولة المصرية أو الدولة الجزائرية بتواجهه خلي بالحضرتك أن التحدي التنمية ده مرتبط بما واجهته الدولتين طول الفترة دي من تحدي نسافر من الإرهاب على الأرض سواء في الجزائر أو في مصر ما ننساش أن الجزائر مرت بالعشرية السوداء وانعكثت ذلك على معدلات التنمية وعلى طبيعة الحراق بداية 92 تقريبا لغاية بداية الألفنات ودي كانت فترة صعبة جدا ولما تفككت الجماعات الإسلامية الإرهابية في الجزائر انتشرت في سحل والصحراء وده الخطر اللي عاد مرة تانية على السودان ومنه انضموا بقى إلى طالبان وا 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 واعادة تدوير الإرهاب مرة تانية بالضبط إعادة انتشار الإرهاب في مناطق لم تكن أو مناطق الهشة التي كانت تسمح له بالتمدد في هذا النطاق وتسمح بانتشار الأفكار المتطرفة ومن ثم تحدي الإرهاب وتحدي التنمية هو من التحديات المشتركة بين الدولتين اللي يجب أن يتم تفعيلهم على مستوى هذه اللجان اللجنة العليا مشتركة والية التشاري السياسي من أجل طرح رؤى يتوافق عليها المجتمع الدولي بشأن دعم الدولتين في حربهم على الإرهاب وفي حربهم على الفكر المتطرف وأيضا في دعم أدوات التنمية في كل ده لابد من البحث عن في قمة الاتحاد الأفريقي بقى ونرجع لها تاني عن آلية التنمية والحق العادل للقرة الإفريقية في الحصول على حقوقها من يعني نأخذ نموذج كورونا أو جائحة كورونا ونشوف الظلم البين الواقع على القرة الإفريقية في الحصول على حقها العادل في اللقاحات الظلم البين الحادث على القرة الإفريقية في استمرار نهب ثرواتها الظلم البين الحادث على قرة الإفريقية وشعوبها من حيث منعها من كل فرص التقدم والتنمية وبالتالي ضرورة التدخل من أجل الحد من الفساد من أجل الحد من كل التهديدات التي تعتري أي وجود لمقاومات الدولة الوطنية وده تحدي مهم جدا ينبغي تفعيله ويمكن مصر عملت دور كبير في داخل إبان رئاستها للإتحاد الأفريقي وساهمت في إعادة هيكلة وتأسيس للإتحاد الأفريقي وفق الأليات منضبطة تسمح له بالتفاعل السريع مع مثل هذه الأزمات وبالتالي أنت بتتحدث عن ديبلوماسية رئاسية على مدار أربعة أيام حققت العديد من المردودات على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي ووصلت رسائل كثيرة في هذا الإطار وساهمت في دعم مرة أخرى تواجد مصر في المحيط الأقليمي والمحيط الدولي كشريك استراتيجي لا يمكن التدخل في أي أزمة من الأزمات دون وجود دور فاعل له نشكر حضرتك سيد أحمد تنجي أحمد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية نشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة الوفية نشكرك على وجودك معنا النهاردة شكرا جزيلا لك ضيف عزيز دايما علينا شكرا سيد حسين كده مشاهدين خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة كنا معاكم على مدار ثلاث ساعات أنا حسام وبكرة حلقة جديدة وجمعة مباركة وربنا دايما يصبحكم بالصحة والسعادة والرضا